من الحاجات اللي أنا دايماً بسألها لك في هذه الحلقات في كأس العالم وتصير الجدل وتصير الأزمات وتصير المفاكل وتصير كل حاجة أيوة سألني عليك المغرب هتعمل إيه قدام فرنسا؟ بعد اللي إحنا شفناه قدام أسبانيا وقدام البرتغال ليه ما نحلمش؟ ليه ما تصدقش إنك تقدر تعدي فرنسا؟ هل فرنسا هو المنتخب المرعب؟ منتخب قوي قوي جداً وعلى الورق قوي جداً وبطل العالم وحاجات كتير قوي بس تونس غلبت فرنسا آه هتقولي بالإحتياطي وفرنسا ما كانتش فول سكواد وكل حاجة بس أنت تونس خرجت إنها بتقول يا جماعة أنا كسبت بطل العالم أنا قدرت إنها النهاردة بتتفرج على تونس على فرنسا قدام إنجلترا ما حس أنا ما حس آه جامدين جامدين وعندهم فروقات عندهم فروقات فنية وعندهم كيليان مبابي وعندهم حلول بس برضو أنا ما شفتش فرنسا بتلعب قدام فريق متكتل دفعياً بالشكل اللي بيتكتل بي المنتخب المغربي أنا النهاردة بقيت مؤمن جداً بعندي يقين كده في دماغي الفرقة دي إن شاء الله إن شاء الله مش هاخش فيها جون مش هاخش فيها جون باللعيبة اللي بتلعب أخرك دربات ترجيح يعني عايز تكسبني عايز تكسبني نروح لدربات الترجيح الفريق ده قوي جداً الفريق ده صولد جداً الفريق ده بيتحرك كتلة واحدة الفريق ده ما بيتحركش وزي ما شفنا المنتخب الفرنسي عنده عيوب لما تيجي تبص على المنتخب الفرنسي في عيوب في المنتخب الفرنسي في أماكن تقدر تختارك منها للمنتخب الفرنسي نهاردة إنجلترا قدرت تختارك المنتخب الفرنسي الدنمارك قدرت الدنمارك بأسوأ نسخة لها قدرت أنها تختارك المنتخب الفرنسي في دول المجموعات أستراليا حتى تونس فقدروا أنه هم بيسجلوا كتير والفريق بقى عنده شخصية اكبر بكتير اقوى من 2018 بس لا انا خلاص بقيت مقتنع الفريق اللي يقدر يعدي بلجيكا وكرواتيا واسبانيا والبرتغال يقدر يعدي فرنسا ويقدر يوصل فين الكاس عالم وتحلم بقولك الاجانب ببرا خلاص بقى عندهم هوس ان احنا ده المغرب ممكن تروح كاس عالم عندك حاجة مش موجودة عند اي فريق من التلاتة الجمهور الجمهور ده مش موجودة عند اي فريق من التلاتة بتنزل كده معاك كارت في ايدك زيادة كارت كاسبان معاك الجمهور انت بتسمع صوت الجمهور والصفوفير لما بتبع مع الكرة مع الخشف مرعبين جدا والتشجيع طول الماطش الناس النهاردة الجمهور هيموت وكله يروح في ماطش المغرب ومش جمهور مغربي بس الجمهور العربي كله في ماطش المغرب وكله بيشجع المغرب تروح؟ يا مساحل يا مساحل شاني سرور ايديلي ايديلي ربنا معاك